هذا وتواصل مبادرة كتف في كتف عملها في محافظة الفيوم حيث توزع مؤسسات المجتمع المدني ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ألاف الكاراتين الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية والبسطة وشهدت المبادرة تطوع العديد من الشباب والفتيات للعمل في تعبئة الكاراتين وتوزيعها تيسيرا على المواطنين الأولى بالرعاية يستمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عمله بقرية الحامولي التابع لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم حيث يتم تعبئة الكاراتين التي تحتوي على العديد من المواد الغذائية وتوزيعها على أهالي القرية والأسر الموجودة ضمن قاعدة بيانات واضحة ومدققة بنستهدف في محافظة الفيوم حوالي 200 ألف أسرة بالأهل الكارتونة بتكفي 4 أو 5 أفراد بيتم التوزيع بطريقة كريمة عن طريق توزيع بنات عن المستحقين عن طريق الكشوف الأكثر احتياجا مبادرة كتف في كتف بنعبي 5000 كارتونة بنوزحها على الأكثر احتياجا كارتونة فيها 10 كيلو مواد غذائية أساسية بنجهز وجبات ساخنة برضو المحتاجين بنوزحها على الناس المحتاجين في مركز يوسف الصديق آلاف المتطوعين يشاركون في هذه المبادرة التي تغدم أهلنا في مختلف قرى ومحافظات الجمهورية وتستهدف في قرية الحامول بمركز يوسف الصديق نحو 40 ألف كارتونة مواد غذائية فضلا عن وجبات غذائية يومية في رمضان بنعبي كارتين غذاء وكارتونة شاملة مواد غذائية كاملة للأسرة المحتاجة والغير قادرة والأكثر احتياجا والكارتونة فيها مواد غذائية بتكفي من 4 ل 5 أفراد وبإذن الله عندنا تاني مطعم في مواد سخنة شغال معنا طول رمضان كل الفريق العمل في حالة بساطة كبر جدا بحيث أن نحن نقدر نودي الحاجة للمستحقين ونقدر نوفرها للمحتاجين بإذن الله الفعاليات وأعمال الخير لا تتوقف مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بل الجميع يد واحدة وله هدف واحد هو الوصول إلى أكبر عدد من الأسر المستحقة والأولى بالرعاية طبقا لتوجهات القيادة السياسية أحمد الحسيني التلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر